وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرقه والعالم أعداه ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين هذا تذكير بالرواية الشريفة التي مرت معنا في جلسة البارحة والتي ذكرت فيها كرامة من كرامات مولانا وسيدنا الإمام العاشر أبي الحسني علي بن محمد النقي الهادي صلوات الله عليهما الرواية عن زيد بن علي بن الحسين بن زيد قال مرضت مرضا شديدا فدخل علي الطبيب وقد اشتدت بي العلة فأصلح لي دواء بالليل لم يعلم به أحد وقال خذ تداوى فيه مدة عشرة أيام فإنك تتعافى إن شاء الله تعالى وخرج من عندي نصف الليل وترك الدواء فما بعد عني إلا أتاني نصر غلام أبي الحسني علي عليه السلام فاستأذن علي ودخل معه هاوا فيه مثل ذلك الدواء الذي أصلحه الطبيب بتلك الساعة وقال لي مولاي يقول لك الطبيب استعمل لك دواء مدة عشرة أيام نحن إنما بعثنا لك هذا الدواء فخذ منه مرة واحدة تبرأ بإذن الله تعالى من ساعتك قال زيد والله علمت أن قوله حق فأخذت ذلك الدواء من الهاون مرة واحدة فتعافيت من ساعتي ورددت دواء الطبيب عليه وكان نصرانيا فرآني في صبيحة يومي وسألني إذ رآني معافى من علتي ما كان السبب في عافيتي ولما رددت عليه الدواء فحدثته عن دواء أبي الحسن عليه السلام ولم أكتم عنه شيئا فمضى إلى أبي الحسن وأسلم على يده وقال يا سيدي هذا علم المسيح وليس يعلمه أحد إلا من يكون مثله اللهم صل على محمد وعالي محمد وحجر وحجر وعالي قال محمد بن علي قال لي زيد بن علي يأبى الطاعن أين الغلات عن هذا الحديث السؤال من أين علم الهادي عليه السلام بعلم الطب بل من أين علمه لا بالطب فحسب بل حتى بالقرآن وعلومه وتفسيره وبالفقه وسائر العلوم لأن هناك أمرا عجبا في حياة إمامنا الهادي عليه السلام إنه قد تولى الإمامة ولم يناهز العشرة أعوام هناك من يقول إنه تولى الإمامة وهو في عمر السادسة وبعضهم يقول السابعة الثامنة التاسعة أقصى التقديرات بحدود العاشرة لعل بعضا شذى وقال بعمر الثالث عشرة أي أن يكن تولى الإمامة في سن مبكرة ولم يعهد منه الاختلاف إلى أحد من الأساتذة أو العلماء بل على العكس فمن أين جاءته كل هذه العلوم هذه ظاهرة متكررة في أعلامي وأئمة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام فكذلك كان أيضا حال أبيه الجواد عليه السلام مثلا كذلك هو تولى الإمامة في سن مبكرة هناك رواية تصف لنا هذا العجب الذي انتاب أحدهم من العلوم التي كانت تتفجر من الإمام الهادي عليه السلام وهو بهذا العمر الصغير الرواية رواها المسعودي صاحب الموسوعة التاريخية الكبرى المسمات بمروج الذهب في أخبار من ذهب هذا المسعودي له كتاب آخر اسمه إثبات الوصية في هذا الكتاب وتحديدا في الصفحة مئتين وثلاثين يقول وقام أبو الحسن ويعني بأبي الحسن الهادي عليه السلام وقام أبو الحسن بأمر الله جل وعلا في سنة عشرين ومئتين وله ست سنين وشهور في مثل سن أبيه عليهم السلام بعد أن ملك المعتصم بسنتين المعتصم العباسي لعنه الله كانت قد مضت سنتان من ملكه من توليه الحكم يقول فإذا اختيار المسعودي لاحظوا أن الإمام الهادي عليه السلام مضى أبوه صلوات الله عليه الجواد وتولى الإمام وقام بأمر الله عز وجل وهو بعمر ست سنين وبضع أشهر أو بضعة أشهر يقول فروى الحميري عن محمد بن سعيد مولا لولد جعفر بن محمد عليه السلام هذا محمد بن سعيد أحد الرواة عندنا وكان يعد من جملة موالي الإمام جعفر الصادق عليه السلام هذا الذي يروي هذه الحادثة العجيبة يقول قدم عمر بن الفرج الرخجي المدينة حاجاً بعد مضي أبي جعفر عليه السلام سلام الله أبو جعفر الإمام الجواد عليه السلام يقول قدم عمر بن الفرج الرخجي لا أدري أن كنتم تتذكرون هذا الرجل نعم فقد تناولنا أمره في بعض محاضراتنا السابقة هذا الرجل كان من أعوان الظلمة كان من العاملين في البلاط العباسي كان وزيراً لآل العباس أو لبني العباس تولى الوزارة كما تولى إمارة المدينة أيضاً وكان ناصبياً واغداً كان معادياً شديداً لأهل البيت عليه السلام ولكن العجيب أن له أخاً اسمه محمد محمد بن الفرج الرخجي وهذا الرجل كان شيعياً شديد الإخلاص لأئمة أهل البيت عليه السلام وكان من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام ومن تلامذته فانظروا إلى هذه المفارقة صحيح أن الأخ ذاك عمر بن الفرج كسب الدنيا فنال الوزارة نال منصباً رفيعاً في الدولة وصار الآمير الناهي أخوه محمد كان يمكن له أن ينال هذا أيضاً لو أنه تعاطى مع بني العباس لو أنه أنه اتصل بهم وتعاون معهم وباع دينه لهم لكنه أبى إلا أن يشتري أن يشتري دينه وأن يبيع دنيا فصار من كبار الرواة عن أهل البيت عليه السلام وترك الدنيا والسلطان والوزارة وكل ما إلى ذلك وصار تلميذاً صغيراً عند الإمام الجواد عليه السلام فربح ماذا الآن ربح جنة عرضها السماوات والأرض وماذا ربح أخوه ذاك ربح جهنم ربح سقر أخوان الآن في هذه اللحظة التي نتكلم فيها واحد منهم في الجنة والثاني في النار أخوان شقيقة سبحان الله هذه من العبر الشاهد محمد بن سعيد يقول قدم عمر بن الفرج الرخج المدينة حاجاً هذا ناصب هذا من البلاط العباسي يعمل لدى البلاط العباسي لكن يروح يحج ويعتمر بعد آي بعد آي الدنيا فقدم المدينة حاجاً متى بعد مضي أبي جعفر الجواد عليه السلام بالمناسبة هو كان قد آذى الإمام الجواد عليه السلام كثيراً وآذى أصحابه كثيراً ولما جاء بعد استشهاد الإمام الجواد عليه السلام إلى المدينة آثر إلا أن يواصل بغيه وغيه وإيذاءه للأئمة عليهم السلام بأمر المعتصم العباسي لعنه الله عميلة عمر بن الفرج أصحابه احتجاز الإمام الهادي عليه السلام وقطع الصلة فيما بينه وبين شيعته بذريعة ماذا أنه قد أوكله إلى مؤدب أي إلى أستاذ بزعمه يعلمه والغاية والغاية كانت احتجاز الإمام وتقييد حركته وأن لا يلتقي به أحد وأن يؤثر عليه في أفكاره حتى إذا ما كبر لا يدعي الإمام وينفرط عقد التشيع ويتشرذم أو يتشتت الشيعة يقول خلص هذا سيطرنا عليه هذا صبي غلام صغير نجيب يمنى عمره ست سنوات نجيب يمنى ونعلمه وإحنا نربي وخلص بعد نقضي على الإمامة كيان الإمامة كله ينهار هذه كانت الخطة التفتوا هذه معلومات لا يعلم بها يعني إلا اللهم المطلعون فقط وكما قلنا البارح أنه مع الأسف المسلمون لا يعرفون إمتهم كالإمام الهادي عليه السلام بل الشيعة لا يعرفون هذه الحقائق وهذه التباريخ وهذه السيار وهذه المواقف لا يعلم بها الشيعة ما يعرفون إمامهم الهادي شلو أن عاش شنو صار لا شما صار لا أهل أمرها كل ما يعرفون فنحتاج أن نعيد اكتشاف إمتنا عليهم والسلام من جديد اكتشف تواريخهم نقف على ما عانوا منه نقف على المؤامرات والحروب التي شنت عليهم وكيف تغلبوا عليها وكيف تغلب الشيعة أيضا من بعدهم عليها يقول قدم عمر بن الفرج الرخجي المدينة حاجا بعد مضي أبي جعفر عليه السلام فأحضر جماعة من أهل المدينة والمخالفين والمعاندين لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لهم أبغوا لي رجلا من أهل الأدب والقرآن والعلم لا يوالي أهل الله صلى الله عليه وسلم لا يوالي أهل هذا البيت لأضمه إلى هذا الغلام وأوكله وتقدم إليه بأن يمنع منه الرافضة الذين يقصدونه ويمسونه شوفوا لي واحد هكذا أنا أنا أريد واحد معلم عند علم فقه قرآن أدب مشاكل أجعل هذا الغلام في عهدته حتى ماذا يمنع يمنع الرافض عنه لا يتصلون به لأن تصور هؤلاء الظلمة أنه مستحيل يعني هذا طفل صغير من اللي رح يزرع في ذهنه أنه أنت إمام وأنت حجة وإحنا نتبعك وأنت قائد المعارضة الإسلامية قائد الرافضة إمام الرافضة يقول أكيد ذول الرافضة الخبثاء هؤلاء هم اللي يخربوا ويصدقوا إيه ويصدقوا كذا وخلص يعلن الإمام وفي ذلك قلقلة للدولة فإحنا إذا قدرنا نأخذ عندنا ونربيه تحت إشرافنا ونعلم إحنا ونقطع عنه هؤلاء الخبثاء ما رح يفسدونه يعني خلص إيه تنتهي القضية هو هذا المجنون هذا ما تصور المسألة هكذا من القضية العكس قال وأتقدم إليه بأن يمنع منه الرافضة الذين يقصدونه ويمسونه يقول محمد بن سعيد يقول فسموا له رجلا من أهل الأدب يكنى أبا عبد الله ويعرف بالجنيدي متقدما عند أهل المدينة في الأدب والفهم ظاهر النصب والعداوة ناصب لأنه هذا شرطة قال المهم تجيبوا لي واحد لا يوالي أهل هذا البيت فجابوا له واحد ناصب ومعلم ومتقدم بالعلم والأدب ومشاكل قال له لهذا النموذج موجود شنو اسمه أبو عبد الله الجنيدي زين قال فأحضره عمر بن الفرج وأسنى له الجازية من مال السلطان ايه أسنى له رفع له الجازي الجزاء من مال السلطان تفضل هذا تشيك مفتوح وروح راتب مرتب يعني بس يعني نفذنا هالمهمة وهذا هو من يريد الدنيا من يريد الجازية من مال السلطان يريد يعيش مرتاح ومتنغنغ مثل ما يقولون لازم يروح وين يتصل بالحكومات الظالمة شوفون بعض المعممين أحيانا يسوونها الحركات يروحون يتصلون بالحكومات ويجالسون الظلمة ويدعون له ويتواصلون معهم ويعينون أنفسهم مدافعين عن هذه الحكومات الظالمة في حين أن منهاج التشيع والشيعة عبر العصور كان في مجانبة الصلاطين كان في الابتعاد عنهم اابتعاد عن الحكومات الشيع الحقيقي لا يدنس نفسه بأن يجلس مع السلطان عند إذن شرعي في قضية خاصة يفعل ذلك مكرها لا إقبالا على الدنيا دفعا عن المؤمنين مثلا كحال علي بن يقطين رحمه الله أما أن يتكالب عليهم ويتهافت عليهم ويتذلل لهم ويتخشع ويتخضع وينخرط في سلكهم ويصبح عضوا في بلاطهم فهذه والله ما كانت من سيرتنا قط فماذا حل بهؤلاء إنهم في الحقيقة خارجون عن منهاج التشيع عن منهاج لئمة الأطهار التشيع يعني معارضة أنت شيعي يعني أنت معارض مو شيعي تصعد المنبر وتترحم وتثني على الظالمين كقابوس وأمثال قابوس أنت لست شيعيا خالصة بهذا يسوي قصائد ايه وتنظم القصائد قابوس وغير قابوس نسوي بينهم جميعا كلهم يعني سواسية من وجهة النظر الشرعية الفقه الشيعي يقول هذا حاكم جائر جائر حتى وإن لم يكن جوره متفشيا نفرض جوره لم يكن متفشيا هو مجرد إيه مجرد قبوله لنفسه أن يكون في موقع الأئمة الأطهار عليهم السلام لأن الحاكم الشرعي الحقيقي هو الإمام ومن ينوب عن الإمام أو يوكله الإمام أو يعطيه الإمام الولاية هذا هو الحاكم الشرعي فكل من يحل محله جائر يصير خلص انتهينا وإن أرضى كل الناس أصلا لم يرضي الله لم يرضي حجته على خلقه لكن الناس بطبيعتها هذه تنجذب إلى عواطفها لا الله يرحم والله السلطان الفلاني الملك الفلاني القائد الرئيس الفلاني الله يرحم عبد الكريم قاسم الله يرحم ما أدري عبد الله السالم الله يرحم الأمير الكذاي الله يرحم ليش؟ لأنه شافوا منهم أشياء تعجبهم يعني وأكيد هناك ظلم في زوايا كثيرة أخرى هناك نهب في زوايا كثيرة أخرى هناك حكم بغير ما أنزل الله في زوايا كثيرة أخرى لا أقل هذا حاكم غير شرعي هذا حاكم جاهلي ليس مبايعا لإمام زمانه مات ميتة جاهلية شاكو أنت تروح تترحم عليه وتثني عليه وتعظمه وتبجله ليش التزم بخطك أنت عندك خط من أيام علي ابن أبي طالب خط المعارضة لا تروح يمين ويسار امشي على هذا الخط للأخير اختم حياتك بأن لم تدون في صحيفة أعمالك كلمة واحدة فيها ثناء على أحد الظالمين أو أحد الذين اغتصبوا مقام أهل البيت الطاهرين عليهم السلام خلي صحيفة أعمالك ناصعة البياض ليش تلوث نفسك لكنها الدنيا الدنيا التي اختارها عمر بن الفرج الرخجي هذه عمايم عمر عمر بن الفرج الرخجي هذا كان معمم وكان يحج ويعتمر تشوفه ما شاء الله يحج ويعتمر ويصلي ويتصدق وإلى آخره بس شن الفايدة شن الفايدة شن الفايدة يطلبون الدنيا يطلبون أسنى الجزاء من مال السلطان يقول لك ما نعيش احنا بالطراز اللي يريدون أن يعيشوا فيه إلا إذا اتصلوا بالسلطان فصار حالهم كحال يبي عبد الله الجنيدي الذي لو لا أن تداركته رحمة الله عز وجل هلك أيضا هذا كان رجلا ظاهر النصب والعداوة أحضره عمر بن الفرج وأسنى له الجازية من مال السلطان وتقدم إليه بما أراد وعرفه أن السلطان أي المعتصم أمره باختيار مثله وتوكيله بهذا الغلام أي الإمام الهادي عليه السلام قاعد روح عالج لنا أمر يعني تكفل به قال فكان الجنيدي يلزم أبا الحسن في القصر بصريا صريا قرية على أطراف المدينة كانت قد تأسست على يد إمامنا الكاظم عليه السلام فهناك أودع الإمام الهادي عليه السلام وعمره ست سنين على اختيار المسعودي على أقصى الاختيارات خلي نقول تسعة عشر سنوات مو أكثر أخذ هذا الجنيدي أخذ الإمام وهو بهذا العمر وأدخله قصرا هناك وكان أنظر كيف فيحتجزه يقول فإذا كان الليل أغلق الباب وأقفله وأخذ المفاتيح إليه بالنهار على أساس علم وبالليل يسجنه أحسنتم يحتجزه لا أحد يلتقي بالإمام أطلاقا فمكث على هذا مدة وانقطعت الشيعة عنه وعن الاستماع منه والقراءة عليه ما أحد يستطيع هذا أحد يعرف أن الإمام من الهادي عليه السلام احتجز سجن بهذه الطريقة وبهذا العمر أحد يعرف الشيعة حرموا من إمامه يقول الشيعة ما كانوا يقدرون يتواصلون مع الإمام عليه السلام لا يقرؤون عليه ولا يتعلمون منه ولا يستمعون منه الحديث ما يسون ولا شيء ما يقدرون يصلون إلى إمامه ممنوع الإمام احتجز وفرضت عليه الإقامة الجبرية يقول الراوي محمد بن سعيد يقول ثم إني لقيته في يوم جمعة يقصد لقي من أبا عبد الله الجنيدي هذا الأستاذ المؤدب يقول ثم إني لقيته في يوم جمعة فسلمت عليه وقلت له ما قال هذا الغلام الهاشمي الذي أو ما حاله هذا الغلام الهاشمي الذي تؤدبه هذا هذا علي بن محمد عليهما السلام الغلام الهاشمي هذا الذي أنت تؤدبه تعلمه ما حاله شلون وياك فقال منكرا علي تقول الغلام ولا تقول الشيخ الهاشمي هذا غلام أنشدك الله هل تعلم بالمدينة أعلم مني قلت لا هذا أبو عبد الله الجنيدي كان أعلم العلماء في المدينة في ذلك العصر قال فإني والله أذكر له الحزب من الأدب شيئا من الأدب حزب نصيب من الأدب من علم الأدب أظن أني قد بالغت فيه فيملي علي بابا فيه أستفيده منه اللهم صلي على وفهم وعلي محمد وعجل فرجل فالعام ويظن الناس أني أعلمه وأنا والله أتعلم منه وين وديتوني شيء سويت بي قال محمد بن سعيد فتجاوزت عن كلامه هذا كأني ما سمعته منه ثم لقيته بعد ذلك بعد مدة أخرى فسلمت عليه وسألته عن خبره وحاله ثم قلت ما حال الفتى الهاشمي فقال لي دع هذا القول عنك هذا والله خير أهل الأرض وأفضل من خلق الله اللهم صلي على محمد وعج وعج والعام هذا منه جاي يقول هذا الكلام اللي كان ناصبي بالأمس هذا اختاره قالوا هذا أبغض الناس عنده أهل هذا البيت جبناه لكي جابوا له عمر بن الفرج وهذا حال الظلمة يجيبون الناس عند أئمة أهل البيت حتى يؤذونهم حتى يسجنونهم حتى يغوونهم حتى يؤثرون عليهم يشوفون السحر انقلب على الساحر العكسر ومن يقدر يقاوم الأئمة عليهم السلام من يقدر حج أجو الله جل وعلا يقول دع هذا القول عنك لا تقول ما حال هذا الفتى الهاشمي دع هذا القول عنك هذا والله خير أهل الأرض وأفضل من خلق الله إنه لربما هم بالدخول ينقل أحواله مع الإمام عليه السلام فأقول له تنطر حتى تقرأ عشرك أو عشرك تنطر يعني احفظ بعينيك عشرك من القرآن عشر آيات مثلا أو عشرك من الحزب من القرآن مثلا على أساس المفروض هذا جاي يحفظ القرآن يعني يحفظ الإمام القرآن يعني هذا دوره يعني مؤدب معلم قارئ يعلم الصبيان والغلمان يعلمهم القرآن يقول أجي أقول تعال يلا اقرأ بعينيك وإحفظ حتى بعدين تقرأ النصيب هذا من القرآن فيقول لي أي السور تحب أن أقرأها يقول وأنا أذكر له من السور الطوال ما لم يبلغ إليه ما وصلنا إلى هذه السور الطوال زين فيهد فيهد بقراءة لم أسمع أصح منها من أحد قط اللهم صل على محمد وعجل فرجه والعالم عدام فيهدها يعني شنو يسردها سردا متتابعا مسترسلا بلا توقف بلا انقطاع عرفتو؟ عن ظهر غيب يعني تماما والقراءة التي أسمعها منه قراءة ليس أصح منها أصح القراءات فيهدها بقراءة لم أسمع أصح منها من أحد قط وجرم أي وصوت حسن أطيب من مزامير داوود النبي عليه السلام صوت حسن يأخذ بالقلوب والألباب وصوت عفوا وجرم أطيب من مزامير داوود النبي عليه السلام الذي إليها من قراءته يضرب المثل إذا قالوا واحد صوت حسن يضربون المثل لصوته بماذا بمزامير داوود وحسن صوت داوود عليه السلام قال وهنا مورد التعجب هذا أبو عبد الله الجنيدي ما قادر يدبرها ما قادر يفسر ما قادر يجمع ويطرح ما جاء يستوعب يقول هذا مات أبوه بالعراق يقصد الجواد عليه السلام الجواد كان في العراق في بغداد الإمام الهادي في المدينة هذا مات أبوه بالعراق وهو صغير بالمدينة ونشأ بين هذه الجوار السود فمن أين علم هذا بس فهموني إش لون صار عند كل هذه العلوم صبي صغير غلام صغير العمر ما التقى بأبيه كثيرا أصلا لأنه أبوه كان في بغداد هو نشأ بالمدينة ونشأ بين جوار السود أميات لا يعرفنا شيئا لم يتصل بأستاذ كيف رزق كل كل هذه العلوم كيف أنا جاي حتى علمه هو يعلمني من أين علم هذا قال ثم ما مرت به الأيام يقول الراوي محمد بن سعيد ثم ما مرت به أي بأبي عبد الله الجنيدي الأيام والليالي حتى لقيته فوجدته قد قال بإمامته وعرف الحق وقال به اللهم صلي على محمد وعلي محمد عجل رجل وعلى عدام تشيع الرجل بن العباس وظفوه حتى يروح على أساس خرب الإمام الهادي نعوذ بالله يقلبه يصرفه عن مسار عن مسيرة آبائه وأجداده عليه أيهم السلام شافوا القضية بالعكس هذا اللي كان ناصبيا بالأمس صار شيعيا رافضيا اليوم لأنه رأى الآيات وهذه هي المشكلة إخواني أن الأمة لماذا لم تتشيع في أكثريتها لأنها لم ترى الآيات الظالمون أقصوا أئمة أهل البيت عليهم السلام فرضوا عليهم الاحتجاز أو دعوهم المعتقلات إمام الجواد أيضا حصل به هذا في بغداد أصلا لماذا استقدم إلى بغداد لكي يحرم الاتصال مع الأمة إمامنا الهادي كذلك استقدموه فيما بعد نشوف هذا الاحتجاز الأول للإمام الهادي وهو في سن مبكرة ودامت إمامة الإمام الهادي فترة طويلة ترى تقريبا ثلاثين سنة وأكثر أكثر من ثلاثين سنة مدة إمامة الإمام الهادي عليه السلام استقدم إلى أين إلى سامراء وسجن هناك أيضا ابنه الإمام العسكري عليه السلام سجن أيضا الإمام الكاظم سجن أئمتنا دائما كانوا في حصار كانوا في حصار لا تريد الدولة للأمة أن ترى أئمة أهل البيت أن تتصل بهم أن تتواصل معهم لأنهم سيكون حال أفراد هذه الأمة كحال أبي عبد الله الجنيدي سرعان ما يتشيعون إذا تركت الحرية للأمة وهذه السياسة الإقصائية سياسة المحاصرة مستمرة إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا لماذا يحاصر الفكر الشيعي والنشاط الشيعي والدعوة الشيعية في بلداننا وآخرها ما أحاله إلي مسؤول المكتب أنه صدر حكم قضائي في مصر يلزم الحكومة بمنع القنوات والمواقع الشيعية حجبها حتى هذا الإنسان المصري الذي يريد أن يكتشف أمة أهل البيت عليه السلام ويكتشف الشيعة والتشيع لا يستطيع يدخل على الإنترنت يشوف في الكل موقع شيعي محجوب ممنوع هذه سياسة من سياسة بني العباس سياسة بني أمية سياسة عمر بن الفرج الرخجي لكن هل لهم أن يوقف التمدد الشيعي هل لهم بالفعل أن يطمس أنوار أهل البيت عليه السلام أن لهم لن يتمكن لن يتمكن إن مجرد حجبهم هذا ومحاصرتهم محاولاتهم المستميتة لمحاصرة التمدد الشيعي والفكر الشيعي دال على مدى ضعفهم وخوارهم ومدى إفلاسهم في الحقيقة فإن الممتلئ الغنية فكريا وعقديا ومذهبيا وأيديولوجيا لا يهاب ولا يخاف أن يأتيه الآخر المختلف معه أيديولوجيا ويتمدد حتى في بلاده فيتناطح معه فكريا ومذهبيا لا يخاف يرحب بذلك لأنه يرى نفسه ممتلئا يرى نفسه قويا ليس ضعيفا ليس مهزوزا المخالفون كبراؤهم قبل صغارهم يشعرون بأنفسهم ويعلمون أنهم ضعاف أمام التشيع والشيعة أنهم لا يمكن أن يكونوا في مستوى المنافسة الحقيقية لمنهاج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يمكن يعني ينافسون أئمة أهل البيت بمن بأبي حنيفة بمالك بالشافعي بأحمد بن حنبل بابن تيمية بابن القيم ينافسون أئمة أهل البيت بمن ينافسون الإمام الهادي عليه السلام بمن بهؤلاء لا يمكن لهؤلاء أن يصلوا إلى هذه المستويات إلى مستوى المنافسة أهل البيت لا يقاس بهم أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام فوق الكل في ديانتهم في علومهم في اتصالهم بالسماء اتصالهم بالوحي هذا مع ما ابتدعوه ابتدعته العامة والمخالفون وما نسجوه من أساطير لتفخيم شأن أئمتهم أئمة الضلال وأئمة المذاهب المبتدعة فاصطنعوا لهم الكرامات والأساطير ووحدة منها أنه الشافعي من كرامته على الله أنه بقي في بطن أمه أربع سنوات يعني هذا آي نوعية الكرامة مالتهم يعني عرفتش لون كرامات لما يجي ينسج لك كرامة ياريتهم يسوي لك كرامة شوية مثل أوادي كرامة اللي واحد يقدر واحد يقدر يعني يسمعها ويقبلها لا ينسج كرامة تمجها الأسماع الله الناس تتعجب يعني واحد باقي بطن أمه أربع سنوات ليش لأنه ينتظر لازم يموت أبو حنيفة حتى ليه نفسه يعني على أساس فمن مات أبو حنيفة طلع من بطن أمه خرطيات أفلام هندية حتى الأفلام الهندية ما يسوون هذا الشكل ما أصور ومن هذا الكلام ينسجون لأمتهم هذه الأشياء مع كل هذا الكم الهائل من الكرامات الموضوع المختلق المكذوبة مع ذلك لا يمكن منافسة أمتي أهل البيت عليهم والسلام لأن كرامات أهل البيت ومعاجزهم ثابتة عند المؤالف والمخالف هذا الذي يروي من من الذي ينقل لنا كل ذلك أبو عبد الله الجنيد الذي كان ناصبيا يشهد بهذه الكرامة للهادي عليه السلام إذ رأى أنه ليس كسائر البشر هذا خير أهل الأرض الناس يحسبون أني أعلمه وأنا أتعلم منه من أين علم هذا هذا هو السؤال الحقيقة أن هذه المسألة من أعظم الدلائل التي تثبت إمامة أهل البيت عليه السلام وأن علومهم علوم غير مكتسبة بل علوم لدنية من الله جل وعلا وإلا ما تفسير هذه الظاهرة أئمة أهل البيت عليه السلام لم يتصلوا بأساتذة لم يتتلمذوا عند أحد وظهرت آيات علومهم ونبوغهم منذ السن المبكرة كحالة الإمام الهادي حالة الإمام الجواد عليهما السلام فمن أين جاءتهم كل هذه العلوم لا فقط العلوم الشرعية بل حتى مثل علوم الطب الرواية التي مرت معنا قصة الطبيب النصراني الذي أسلم وقال هذا علم المسيح من أين جاءه علم المسيح الإمام الهادي عليه السلام أدرك المسيح التقى بالمسيح من أين جاءه علم المسيح عليكم السلام رحمة الله إذن لابد أن هذه الأسرة المقدسة أسرة آل محمد عليه الصلاة والسلام متصلة بالوحي متصلة متصلة بالله جل وعلا البشرية مع الأسف الشديد حرمت نفسها من هذا الاتصال آثرت أن تنقطع بعنادها إن قطعت عن هذه الأسرة المقدسة التي كان لها اتصال فريد بالله جل وعلا فانقطعت البشرية وهذه الأمة على وجه الخصوص في سوادها الأعظم انقطعت عن الله جل وعلا وصارت من أهل العناد ما الذي كان يضر هذه الأمة لو أنها التفت حول إمامها الهادي عليه السلام مثلا لو التفت حوله وأخذت من علومه أكثر من ثلاثين سنة أقام هذا الإمام في هذه الأمة لماذا أخذ عنه فقط أخذت عنه فئة خاصة من هذه الأمة فقط وهي فئة الشيعة الرافضة لماذا لم تأخذ علومه من الكل إن إمامنا الهادي عليه السلام يقول في رسالة له كما في مسنده مسند الإمام الهادي عليه السلام الصفحة 199 يقول بالنص يقول وردت حقائق الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصادقين عليهم السلام ونقلها قوم ثقات معروفون فصار الاقتداء بهذه الأخبار فرضا واجبا على كل مؤمن ومؤمنة لا يتعداه إلا أهل العناد مدامت جاءت الأخبار عن رسول الله عن الصادقين أي أئمة أهل البيت عليه مسلم ونقلها قوم ثقات فالواجب على كل مؤمن ومؤمن اتباع هذه الأخبار وترك الأقيسة والاستحسانات الباطلة التي جاء بها مالك وأبو حنيفة وأمثالهم وأشياءهم القول منا في جميع الأشياء قول آل محمد عليه السلام لا يتجاوز ذلك إلا من لا يتعداه إلا من إلا أهل العناد هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل السنة عليهم أن يصحوا يستيقظوا ما هم بأهل السنة بل هم أهل العناد المعاندون عاندوا رسول الله صلى الله عليه وآله أنتم تقولون نحن أهل السنة ما الذي أمركم به رسول الله صلى الله عليه وآله أي شيء خلف فيكم بمن أمر أن تتبعوا وتقتدوا قال قال صلى الله عليه وآله في الحديث الصحيح المجمع على صحته إني تاركم فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما وفي لفظ آخر الخليفتين بالمناسبة كو لفظين للحديث إني تاركم فيكم الثقلين وإني تاركم فيكم الخليفتين وحتى هذا اللفظ الثاني صحيح عند أهل الخلاف صحيح عندهم ممن صححه الألباني في السلسلة الصحيحة يمكنكم أن تراجعوا إني تاركم فيكم الثقلين أو الخليفتين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي أبو حنيفة من عترتي رسول الله مالك من عترتي رسول الله شافعي أحمد ابن تيمية ابن القيم الجوزية من 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 عترتي رسول الله وعترة رسول الله كانوا كثر صحيح من أبرزهم بإجماع المؤالف والمخالف أبرزهم هم هؤلاء الأمة الاثنى عشر عليهم السلام أحدهم الإمام علي بن محمد الهادي سيد أهل البيت في عصره هذا الإمام يقول وردت حقائق الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصادقين عليهم السلام ونقلها قوم ثقات معروفون فصار الاقتداء بهذه الأخبار فرضا واجبا على كل مؤمن ومؤمنة لا يتعداه إلا أهل العناد ما دمتم تعديتم هذه الأخبار أخبار آل محمد عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذتم بأخبار البخاري ومسلم والنساء ومدر منه وابن ماجا وإحمد بن حنبل وابن تنبل وابن مدر منه ما دمتم أخذتم بأخبار هؤلاء فأنتم أهل العناد لأن رسول الله ما قال خذوا أخباري من هؤلاء قال خذوا أخباري ممن عطرتي أهل بيتي فإذ تعديتم ذلك فأنتم أهل العناد معاندون أنتم ونحن في هذه الجلسات في عهد قريب أثبتنا كيف أنه يصح عندهم الخبر عن أئمة أهل البيت عليه السلام في فتواهم في فقهم فيتعدونه إلى غيره بل ويؤسسون قواعد على ذلك كالشافعي الذي قال إذا تعارضت الأخبار فيؤخذ بقول الخلفاء الراشدين إلا عليا هل هناك صورة أوضح للعناد أكثر من هذه أنتم معاندون لأئمة أهل البيت أنتم فقط تكتفون للاستهلاك الإعلامي بمدح أهل البيت لا أئمتنا وسادتنا ورضي الله عنهم ورضي عنه ورضوا عنه ونحن نجلهم ونعظمهم ونصلي ونسلم عليهم بس غير هذا ماكو نصلي ونسلم عليهم لكننا نعاندهم في تعاليمهم ما شو الفايدة أنت ماتخذ أئمة أهل البيت شنو مجرد دعاية فقط تعالى أثبت لي أنك تتبعهم أنك تحترم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في اتباعهم والاقتداء بهم تعالى أثبت هذا يقول الإمام الهادي عليه السلام وردت حقائق الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصادقين عليهم السلام ونقلها قوم ثقات معروفون فصار الاقتداء بهذه الأخبار فرضا واجبا على كل مؤمن ومؤمنة لا يتعداه إلا أهل العناد وذلك أن أقاويل آل رسول الله صلى الله عليه وآله متصلة بقول الله لما يقول الإمام الهادي عليه السلام شيئا معنى ذلك أن هذا القول متصل بقول الله عز وجل لا يحتمل الخطأ ليس كأقوال أبي حنيفة ومالك والشافع وأحمد بن حنبل ومن أشبه تلك الأقوال حتى أهل الخلاف يقولون إنها يمكن أن تكون خاطئة ليس أصحابها معصومون أما أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام فحالهم كحال رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله يمكن أن يخطئ في فتوى فكذلك خليفته أحد أسباطه الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام لا يخطئ في الفتوى هذا اتصال هناك اتصال هذه الأسرة أسرة مميزة أسرة فريدة من نوعها الأسرة المقدسة في الإسلام هذه الأسرة لها اتصال برسول الله بالله جل وعلا وذلك أن أقاويل آل رسول الله صلى الله عليه وآله متصلة بقول الله هذه الأسرة المقدسة أقصيت ظلمت اطهدت حوربت والبشرية يا للأسف حرمت نفسها هذا الاتصال بالله جل وعلا عن طريق هذه الأسرة المقدسة وآثرة القطعة والانقطاع هذه الأمة آثرة الانقطاع إلا اللهم فئة منها هي فئة الشيعة أصرت على الاتصال على أن تتصل بالله نحن اتصالنا بالله عز وجل عن طريق هذه الأسرة المقدسة عترة النبي صلى الله عليه وآله ليس من بين هذه الأمة جمعاء بل ليس من بين البشرية جمعاء من اختار الاتصال سوى هؤلاء الشيعة الذين التفوا حول إمة أهل البيت عليهم السلام الشيعة رأوا أهل البيت أسرة مقدسة متصلة بالله عز وجل قد أقصاها الظالمون حتى جهلتها البشرية وانقطعت عنها هنا وجد الشيعة من واجبهم أن يعيد اتصال البشرية بهذه الأسرة المقدسة وبالتالي يعيد اتصال البشرية بالله عز وجل لأن الطريق الوحيد بعد ظهور النبي الخاتم صلى الله عليه وآله اللهم صلى الله على محمد وعلي محمد وعجب ورجعه والعالم عدام الطريق الوحيد بعد ظهور النبي الخاتم صلى الله عليه وآله بعد ظهور الإسلام الطريق الوحيد للاتصال بالله عز وجل هو هذا الطريق لا يوجد طريق آخر فما من نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وما من أسرة ولا عترة مقدسة بعد عترة نبينا صلى الله عليه وآله هذا هو الطريق الوحيد الآن فديننا خاتمة الأديان والله عين لنا هذا الطريق لا سواه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل طريق آخر سواه باطل كل طريق لا يمر عبر آل محمد عليه السلام هو طريق منقطع لا يصل إلى الله ليس عندنا في الإسلام مبدأ كل الطرق توصل إلى أو تودي إلى روما ما عندنا هذا الشيء ما عندنا نظرية جورج بوش الإبن اللي بعد 11 سبتمبر أطلق تصريحه الشهير في أحد المساجد في أمريكا راح زار أحد المساجد بعد احتدام المواجهات بين المسلمين وغير المسلمين على أثر أحداث 11 سبتمبر فقال أنا أعتقد أن كل الأديان توصل إلى الله ومنها دين الإسلام العظيم فكل هذه الأديان توصل إلى الله بس لهم علمي العرفاء بعدهم قلوا إياها أنه الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق كان قالها لأنه دولة شنو يجي يقول لك يقول لك لا كل دين هو مقبول خلاص يمشي لا ومن يبتغي غير الإسلام دينا أحسنتم لا يقبل خلاص الله سد الباب قال بس هذا الدين إن الدين عند الله أحسنتم خلاص طريق واحد لا يوجد طريق آخر زين هذا الإسلام له شروطه له أصوله له فروعه له أركانه هذا الطريق طريق الإسلام فيه محمد وآل محمد عليه السلام سادة الإسلام قادة أئمة أئمة الهدى باب النجاه سفينة النجاه غير هذه السفينة تركب تغرق كلام واضح طيب ليش أهملتم هذه الأسرة المقدسة لما أهملتم هذه العلوم ألا تبحثني أخي أنت ابحث بنفسك شوف فسر هذه الظاهرة الإعجازية الغريبة أن هؤلاء الأئمة ما تتلمذوا عند أحد ومع ذلك يشهد العدو قبل الصديق بعلمهم من أين جاءهم هذا العلم تقول من آبائهم مثلا الإمام الهادي خليني يقول تتلمذ على أبيه وأبوه تتلمذ على أبيه وهكذا إلى رسول الله صحيح فلنفرض هكذا لا يتأتى هذا في حال الإمام الهادي في حالة الإمام الهادي لا يمكن كما قال أبو عبد الله الجنيدي يقول هذا مات أبوه في بغداد في العراق وهو صغير في المدينة ما تسنى له أصلاً يتعلم على أبيه ولم ينشأ إلا بين هذه الجوار السود من أين جاءه هذا العلم من أين علم هذا أنا كل يومياً أسد الباب عليهم أنا كلفوني أن أذهب على أساس أعلمه حتى أجعله على مذهبنا فيومياً أروح من الصباح إلى المساء على أساس أعلمه وأكتشف هو يعلمني بالليلة ما أروح أقفل الأبواب عليه ما يشوف أحد لا يلتقي بأحد من أين علم هذا من أين جاء لهذا العلم تشيع الرجل عرف أنه لا هؤلاء ليسوا كسائر الناس كما قال أمير المؤمنين عليه السلام إن آل محمد لا يقاس بهم أحد فالاتصال بالله عز وجل لا يكون إلا بالاتصال بهذه الأسرة المقدسة الأمة مع الأسف قطعت هذه الصلة الشيعة أبوا إلا أن يصلوا ويجددوا هذه الصلة أن يعيدوا اتصال البشرية بهذه الأسرة المقدسة وأن يصلوها بالبر ففي ذلك أعظم الأجر أعظم الضمان من رسول الله صلى الله عليه وآله كلنا في يوم القيامة نتوجه إلى من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن من أمته كل نبي يأتي بأمته ويشفع لأمته نبينا نفسه اختار الشفاعة للعصات من أمته لما خيره جبرائيل عليه السلام فاختار لقاء الله على أن يشفعه في العصات من أمته خير رسول الله أنه إذا أردت نعطيك ملك سليمان ويزيد قال بل عبد رسولا وأن أنال مضمون كلامه الشريف الشفاعة في العصات من أمتي خاتمة الأمم فكل مسلم كل مسلمة يوم القيامة يصيح يا محمد وكما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام شعارنا يا محمد اللهم صلي على محمد وعجل فرجعه والعناء وعلي محمد وعجل فرجعه والعاد هناك أناس من هذه الأمة يحرمون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله في خسران مبين كثير أشياء النبي صلى الله عليه وآله حذر وقال من يرتكبها لا أنا لهم الله شفاعة نحن لسنا من هؤلاء إن شاء الله إن شاء الله لماذا؟ لأننا صدقنا محمد صلى الله عليه وآله واتبعنا وصيته في أهل بيته عليهم السلام وحرصنا على صلتهم أيضا فوعدنا النبي أعطانا ضمانا عظيما ما هو هذا الضمان؟ اسمعوا واخشعوا في أمال الطوسي الحديث رقم تسعمائة وسبعة وأربعين عن أبان بن تغلب عن الباقر عن آبائه عليهم السلام قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد التوسل إلي وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم اللهم صلى الله عليه وآله 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 يعني معروف العرب تقول لفلان عندي يد يعني شنو يعني أسدى إلي معروفا جميلا ما أنساه النبي يقول لو أردتم هذا ماذا عليكم أن تفعلوا أسدوا إلي معروف تصلوا أهل بيتي صلة بر وتدخل السرور عليهم يا الله إذا فعلتم هذا أضمن لكم أن أشفع لكم يوم القيامة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشفع لكم من هي سيدة أهل بيته فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسر بأن يصطنع أحد جميلا إلى أحد من أصاغر أهل بيته من عترته فكيف لو كان هذا الجميل يقدم لسيدة أهل بيته وبضعته الطاهرة التي قال فيها فاطمة روحي التي بين جنبي هذه روح محمد صلى الله عليه وآله هذه التي كان رسول الله إذا خرج إلى سفر إلى غزوة إلى معركة آخر من يودعه فاطمة عليه السلام وإذا رجع أول من يدخل عليها فاطمة عليه السلام وكان ينحني لها ويقبل يدها سيد الخلق يتعامل مع ابنته فاطمة عليه السلام بتعامل خاص وعجيب من التعظيم والتقديس هي كانت تبادله تقبيل اليد بالمناسبة لكنه كان يسابقها فيقبل يدها ويعظمها وكأنها سلطانته ولذا قال فيها فاطمة أم أبيها شلون الإنسان يعظم أمه ويقبل يدها ورجليها رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتعامل مع ابنته فاطمة بهذه الطريقة وكأنها في مقام الأم فإذا وصل أحد فاطمة عليه السلام تحققت هذه الصلة ضمن بذلك شفاعة رسول الله إذا أدخل السرور على قلب فاطمة عليه السلام فقد أدخل أعظم السرور المضاعف على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله ما نحن بصدده يا أمة الإسلام والتشيع والرفض في هذا المشروع السينمائي العالمي الذي يعرف الأمم بفاطمة الزهراء عليه السلام ويحكي قصتها وسيرتها وعذاباتها ومأساتها وآلامها هذا المشروع من أعظم أنواع البر والصلة واصطناع المعروف لعترة رسول الله وسيدتهم فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين نحن آلينا على أنفسنا كما قلنا أن نعيد هذه الصلة ما بين البشرية وما بين هذه الأسرة المقدسة وبالتالي تعود الصلة التي انقطعت ما بين البشرية والله عز وجل فالظالمون قطعوا هذه الصلة والأمة حرمت نفسها بانقطاعها عن هذه الأسرة المقدسة حرمت نفسها اتصالها بالله اتصالها بالسماء الله أمبرك لو أن هذه الأمة عادت من جديد إلى هذه الأسرة المقدسة وتكاتفت وتعاضدت على الوفاء بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها لظهر إمام العترة في زماننا هذا المهدي الموعود الغوث صلوات الله عليه فنرتاح من كل الظنيات ومن كل الاجتهادات بعد ما نحتاج نجتهد أصلا لأنه هذا الإمام متصل بالله فورا نسأله ما الحكم في الواقعة الكذائية يعطينا حكم الله فورا ما فيه ظن ولا فيه احتياطات نكون على المحجة البيضاء ينطق الله عز وجل على لسانه على لسان حجته في خلقه وذلك كما يقول الإمام الهادي عليه السلام وذلك أن أقوال آل رسول الله شنو متصلة بقول الله عز وجل إذا الآن يأتيك الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ويقول لك قولا يعني قول الله فورا تشقد نعمة عظيمة نعمة لا مثيل لها وترتاح البشرية من الظلم من الفساد من الجور من الشقاء من البؤس الذي هي فيه البشرية الآن في بؤس أكثر من 98% من ثروات الأرض حسب الإحصاءات والدراسات أكثر من 98% تخيلوا من ثروات الكوكب الأرضي بيد أقل من 1% من البشر يعني أقل من 1% من السبعة مليارات إنسان يتحكمون لديهم ثروات 98% من ثروات الأرض كم؟ 99% لا الثروات يقولون و 2% موزعة على 99% من البشر 2% من الثروات فقط هذه عدالة هذه نتائج الرأسمالية الجشعة أنه أقل من 1% يتحكمون بـ 98% من ثروات الأرض في حين 99% ليس لديهم موزعة عليهم يعني المفروض أن توزع عليهم إيش قد؟ 2% فقط من ثروات الأرض وهل توزع حتى هاي الـ 2% توزع على هؤلاء بالتساوي بالتكافؤ جاية تسمعون الناس اللي يموتون من الجوع سنويا كم عدد الذين يموتون من الجوع في أفريقيا وغير أفريقيا في فنزويل لكم في فنزويل وصلوا إلى مرحلة يبيعون فيها أطفالهم مع أنها من أغنى الدول النفطية في العالم بشرية في بؤس هاي شوف هؤلاء المهاجرين الذين يهاجرون فرارا من الحروب ويموتون في الغرقا في البحار شوف الأمراض والأوبئة التي تتفشى شوف الحروب والمشاكل والصدامات كل هذا البؤس الشقاء الذي تعاني منه الأمة وتعاني منه الأمم سببه ماذا سببه الإعراض عن الله جل وعلا هذا الفيلم المبارك بصيص نور وأمل لهذه الأمة إنه يراد به إنارة الطريق لهذه الأمة تقديم الحل تقديم الأمل لهذه الأمة لهذه البشرية أصلاً لا لهذه الأمة فقط أن يقال للبشرية يا بني آدم هناك طريق إلى الله وهو هذا الطريق يمكنكم أن تتصلوا بالله عز وجل بأن تتصلوا بهذه الأسرة المقدسة هذا هو الطريق وسيدة هذه الأسرة هي فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام هي المحور الذي تدور عليه هذه الأسرة هي التي دارت على معرفتها القرون الأولى إذا عرفت البشرية من هي فاطمة الزهراء عليه السلام وعرفت مكانتها وقداستها فإنها ستضع أرجلها على طريق فاطمة الزهراء عليه السلام وهو طريق الله نحن نقدم الأمل الآن هذه السنة بإذن الله ستشهد ظهور هذا المشروع والفيلم السينمائي العالمي لأول مرة في التاريخ وذلك بجهودكم أنتم وبدعمكم أنتم وبإسهاماتكم أنتم فنحن نضع اللمسات الأخيرة الآن على هذا المشروع ما بقي إلا القليل أقل القليل إن شاء الله وما بقيت إلا هذه الدفعات الأخيرة الحمد لله نحن الآن في هذه اللحظة التي نتكلم فيها معكم قد سددنا كل ما علينا من الفواتير المتأخرة الله 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 وصلي على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم والعالم وعداهم لبيك فاطمة لبيك فاطمة لبيك فاطمة لبيك يا عباس هذه الفواتير إخواني هي فواتير المرحلة الإنتاجية الأخيرة كلفة الإنتاج الأخيرة مرحلة المونتاج والغرافيك وما إلى ذلك من مؤثرات صوتية بصرية ودعاية وإعلان كذلك هذه المرحلة الأخيرة التي تسبق ظهور الفيلم والفواتير قد سددت بحمد الله تعالى ولكن ستأتينا فواتير أخرى في هذه الأسابيع المتبقية إلى أن يكمل الفيلم إن شاء الله تعالى نشكركم ونسأل الله تعالى أن يشملكم بشفاعة رسول الله والبضعة الطاهرة صلوات الله عليهما وآلهما إذا عنتمونا حتى انتهينا من هذا الهم كنا متأخرين في بعض الفواتير المتأخرة وقد سددت إلى أن همتكم معنا لإكمال المتبقي أقل أو حدود ثمانية عشر بالمئة من الميزانية الإجمالية كلما أسرعتم أكثر كلما كنا في مأمن ومخزون ورصيد مالي أكبر بحيث لا تتأخر فاتورة إنتاجية واحدة ونحافظ على سيرورة الإنتاج بحسب الجدول يعني مسير سيره بحسب الجدول الذي تم الاتفاق عليه دون أي تأخير ودون أي عراقي فيخرج الفيلم إن شاء الله ببهائه وجماله ورقيه الإنتاج العالي فالله الله في عدم التقصير حاشاكم وعاذنا الله وإياكم من أن نقصر في واجباتنا تجاه الأسرة المقدسة التي لها أعظم الفضل علينا فاطمة الزهراء عليه السلام فضلها لا يوصف وهذا الفيلم ليس يتحدث فقط عن فاطمة الزهراء عليه السلام بل بكل ما يتصل بها بأسرتها الخاصة فنحن نرى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله نرى فيه أمير المؤمنين عليه السلام نرى فيه السبطين الحسن والحسين عليهما السلام ونعرف تلك الوقائع التي عاشتها فاطمة الزهراء عليه السلام وانعكاساتها على الوقائع المعاصرة على تاريخنا المعاصر إنه إنجاز عظيم إنجاز تاريخي لن ينسى لكم إن شاء الله تعالى لبيك فاطمة لبيك تاريخي اشتركوا في القناة تاريخي